سادسة أذكر مرة أمستدفنات قلت لنا ذيك القصيدة أو القصيدة اللي كانت تحمل هذا المعنى إيه هذه أرحيل هذه طبعاً ضانتها الصراحة إيه هذه حكمة أنا أمين فيها طبعاً دائماً إيه إحنا ننتكلم نبي يعني ما شاء الله نبي نقيس يعني ونقيم التواضع عند تدرجات الغرور يعني لين تعرضينها ولين تخفينها تبارك الرحمن اشتغلت مع الفنانة مع حفظ الألقاب حات الفهد وأيضاً اشتغلت مع الراحل عبي حسين عبد الرضا الله يرحمه ويغفر له والآن أيضاً أنت رح تعملين مع الأستاذة سعاد عبد الله يعني ما شاء الله تعليقك كيف نشوف صورتهم على الشاشة أنا اشتغلت معه اشتعلمت منه اشتغلت مع سعاد مسلسل نوايا ومطلال حبيبتي طبعاً امطلال كلمتني على هذا العمل يمكن من أربع شهور حتى بوقت أضحك قلت أمطلال ويكنا شهر عشرة قلت بي خلي الله يحينا ليه شهر واحد تقولي لا لا إن شاء الله يحينا بس أنا بيتش معاي شخصية مكتوبة حقت 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 طبعاً الأمل مع أمطلال روعة بأمانة مو لأنه أنا أشتغل معاه الحين إنسانة يعني أنا من أسبوع كنت قاعدين أنا وياها في الكواليس فأقع أقول لها أقول لها أمطلال أنا ويدا حبتش مو مجاملة أنا ما حب أقول للشخصة حبك وأنا ما حبه يبان على ويه ملامحي تقول فأقول لها أنت متواضع ليش ما للشاي هذا هذا يعني إحنا التواضع تعلمنا منهم تعلمت أنا التواضع من عبد الحسين عبد الرضي أبو عدنان الله يرحمه أم سوزان قمة في التواضع والالتزام كنا الساعة السبع عندنا تكون إيها الساعة السبع معاي واطبة يونت ممثلين توهم طالعين يونعصبون إحنا يبتوننا تقول لهم آنا يا ساعة سبع صح فيعني تعلمت التواضع والإحترام الله يرحمه التزام أيضا التزام طبعاً حتى الله يرحمه غانم الصالح الله يرحمه إنسان كان رائع اشتغلت معا قمة في الالتزام قمة في الحضور قمة في الأدب في الأقلاق في الكرم في النفس الحلوى طبعا هذه لا يتكرر صحيح لا يتكرر